أمس تحدثت عن ما يجري في إسرائيل أراضي الفلسطينية المحتلة وأوضحت بأن نتنياهو لم يحصل على عدد كافي من المقاعد تمكنه من تشكيل حكومة بشكل مريح فمن ثم كان بيبحث عن أي مؤيد أو أي تحالف فما كان منه إلا أن استطاع أنه يجذب مجموعة من القائمة أو الكتلة العربية برئاسة منصور عباس تمكنه من تشكيل الحكومة 2015 كان نتنياهو خرج بتصريحات معلنة وموجودة وحذر من تنامي الكتلة العربية المشتركة ويتنامي الأصوات العربية داخل الكنيس الإسرائيلي كان عندهم حوالي 15 مقعد في عام 2015 يعني كان بيفصح عن نواياه ضد الكتلة العربية أو المكون العربي في الأراضي المحتلة في الكنيس الإسرائيلي النهاردة نتنياهو نجح تحديداً في تقليص بشكله بآخر من تحذيراته من تقليص الكتلة من 15 إلى 10 لم يكتفي بذلك وإنما حاول أيضاً أن يضرب إسفين داخل الكتلة العربية فبالفعل تشرزمت الكتلة العربية 6 في جانب وأربعة في جانب الأربعة اللي بيقودهم منصور عباس الكادر الإخواني الموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم بينجح نتنياهو في تقليص الكتلة العربية في ضرب إسفين في ما تبقى من الكتلة وتحولها بدلاً من أن كانت كتلة 15 مقعد بيؤثره أصبحت الآن عشرة مقاعد وكمان منقسمين بين قائمة من 6 قائمة مشتركة وقائمة منباثقة منها بيقودها منصور عباس ليتحالف ويقبل أن يتحالف مع أردوغان بشكل كان غريب وعجيب مع نتنياهو أناسف جداً مع نتنياهو وهذا الأمر بيمثل رافع جديد وتغير مفصلي في الداخل الإسرائيلي وتأثيره السلبي على الكتلة العربية أو الكتلة العربية الموحدة أو المشتركة والتشرزم الحاصل النهاردة الرئيس الإسرائيلي قال أنه كلفت نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وقال بن قسيم كلمتين في غاية الخطورة بيقول لو لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي على الصعبين المعنوي والأخلاقي وقال كمان أنه اختيار بن يمين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية جاء بناءً على توصيات من عدد من النواب والتي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة وطبعاً في 52 نائب طلبوا من الرئيس الإسرائيلي أنه يختار بن يمين نتنياهو لتشكيل الحكومة قالوا أنه عنده فرص كبيرة خلال المرحلة الحالية طبعاً فيه 28 يوم يمنحه للرئيس الوزراء المكلف أنه يختار تشكيلته الحكومية عشان يعمل تشكيلة حكومية محتاجة يتحالف فيه أخبار شبه مؤكدة أنه تحالف مع الكتلة الموحدة هو أجاب كم صوت 59 مقعد بحتاج 61 عشان يشكل حكومة فبتال لازم يتآلف أو يأتلف مع حد من الحد كان هم الجماعة بتوع الكتلة الوطنية اللي هو الإسلاميين اللي هو بيرأسهم أو بيأحركهم منصور عباس الكادر الإخواني اللي كان جبت لكم بارح وغرفع سورة محمد مرسي العياط فمن ثم كيف لنا أن نستسيغ كيف لنا أن نستسيغ أنه يكون الحكومة الإسرائيلية قائمة على ائتلاف إخواني وتحالف إخواني وفكر إخواني هل الإخوان بيمنحه نتنياهو قبلة الحياة السياسية هل يقبل الإخوان على أنفسهم أنهم يمنحوا نتنياهو الذي فعل الأفعيل ويفعل الأفعيل وإلى آخره حتى رئيس إسرائيل نفسه بيقول أنا غصب عني بأكلفه لكن أنا من جوايا مش راضي لا معنويا ولا أخلاقيا على الرجل المتهم بقضايا فساد يعني لكن القانون قانون أنه حتى الآن لم يدان بشكل تام فمن ثم من حقه أن يشكل حكومة وطالما حصل على يعني ليست أغلبية مريحة وإنما أغلبية تساهم في أنه يكلف فتم تكليفه لكنه بيقول أنا كلفته وغصب عني أنا كلفته وأنا مش بسريح أنا كلفته وأنا غير راضي ده الرئيس الإسرائيلي لكن تخيل مين اللي بيسنده مين اللي بيسنده مين اللي بيساعده مين هو الجماعة عبطوع منصور عبدالله